موسيقى نادي الفيحاء يتعاقد مع المدرب ألبورتوالي سيماو لموسم واحد مانشستر سيتي يخطط لخطف الهولندي فاندايك من غريمه ليفربول نشرت الرياضية أقدمها لكم من الإخبارية أهلا بكم وقعت إدارة نادي الفيحاء مع المدرب ألبورتغالي خورخي سيماو لقيادات الإدارة الفنية بالفريق الأول لمدة موسم واحد وسيكون الفيحاء المحطة الأولى لسيماو خارج البرتغال وأوروبا حيث سبق له الإشراف على عدد من الأندية في بلاده كان آخرها نادي بوافشتا أنهت إدارة نادي الحزم تعاقدها مع مدافع نادي الوحدة أحمد الشمراني لمدة موسمين وتدرج الشمراني في فئات السنية بنادي الاتحاد قبل الانتقال إلى الباطن موسم 2016-2017 على سبيل الإعارة ومنه إلى الوحدة منذ عام 2017 هدد مجلس إدارة النادي الأهلي متصدر مسابقة الدوري المصري في ختام اجتماع طارق باللجوء إلى الاتحاد الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي بخصوص موقف الاتحاد المحلي من المباريات المتبقية في مسابقة الدوري والتي لم يتحدد موعد إقامتها بعد المحكمة الرياضية والفيفا هما ملجأ الأخير هكذا قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تصعيد أزمة موعد مباريات الدور المصرية ضد اتحاد القرى وقرر اللجوء إلى الاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا ومحكمة التحكيم الرياضي كاس في أزمة مصابقة الدوري هذا الموسم النادي الأهلي بيحاول يحفظ ماء وجهه يحفظ القرار يحفظ الحقوق الخاصة بالنادي الأهلي هو بيعاوز مسابقة تبقى فيها موعدة محددة عاوز يطبق خاصية الفار احنا عندنا عوار كبيرة جدا عندنا مباريات بتدار بأطكم أربع حكام وعندنا مباريات بتدار بست حكام وهدد النادي الأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصعوديا بدءا من لجنة التظلمات في الاتحاد المصري مرورا بمركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية وصولا إلى الفيفا وكاس كي يحفظ حقوق النادي في الدور هذا الموسم معتبرا أن الاتحاد المحلي لم يراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة لدى تحديد مواعيد بعض المباريات المتبقية من المصابقة المحلية أهلي يقول لك نحن نريد إقامة المسابقة بحيادية وبنظام وبدون إخلال اتحاد الكرة مش هاجد أي مفر من أن ده بتم فيه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم واللعب النظيف ولكن النادي الأهلي أيضا أضاف لكده مسألة الزام اتحاد الكرة بفتح باب القيد يوم عشر سبعة وده نفس فتح باب القيد مع الاتحاد الإفريقي وسبق أن هدد مجلس إدارة النادي الأهلي بعد مستكمال مصابقة الدور المحلية في حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية والتي ستنطلق في مصر بعد أيام قليلة بينما أعلن التحاد القرى انتهاء المصابقة بعد البطولة القرية وهو ما رفضه النادي الأهلي وكذلك الأندية المهددة بالهبوط أزمة عاصفة نزعفة لها النادي الأهلي تهدد مصير مصابقة الدور المصري في أيامه الأخيرة وستشهد الساعات القليلة المقبلة تطورات كبيرة في ظل السعي القائمين على الرياضة المصرية بإنقاذ المصابقة المحلية من الإلغاء للنشرة الرياضية محمد عبد الحكم القاهرة باتل هولندي باندايك مدافع نادي لبربور الإنجليزي في قائمة المدير الفني لمانشستر سيتي ببغواردويلة لتدعيم الفريق الموسم المقبل وذكرت تقارير صحفية أن باندايك أحد أهم الخيارات لدى غواردويلة لتعويض رحيل الثنائي إستونز وأوتوماندي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ونجح النجم الهولندي في قيادة لبربور للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 14 عاما وتحويله إلى الوحدة الدفاعية الأكثر قوة في كرة القدم العالمية يدرس المدربة البرتغالي جوزيه ميرونيو العودة للدور الإنجليزي الممتاز من جديد عبر بوابة نيو كاسل يونايتد ووفقا لموقع كاتشي ومريكاة الإيطالي فإن ميرونيو لا يمانع من تدريب نيو كاسل إذ أتم الشيخ خالد بن زايد آل انهيان سبقة شراء النادي وما زال ميرونيو بعيدا عن عالم التدريب منذ الإطاحة به من منشتسر يونايتد خلال الموسم المنصرم بعد تردي نتائج الفريق بشكل كبير عبر بلجيكي كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني عن سعادته بانضمام مواطنه إيدن هازارت إلى النادي الملكي وطالب كورتوا زميله السابق هازارت بتعلم اللغة الإسبانية إذ ما كان يود التأقلم سريعا في صفوف الفريق مشيرا إلى أنه يثق تماما في التأقلم اللاعب مع الفريق ومنافسات كرة القدم الإسبانية المختلفة وكان ناديا ريال مدريد واتشلسي أعلن عن توصلهم إلى اتفاق يقضي بانتقال النجم البلجيكي إلى المرنجي حتى عام 2024 يتطلع نادي برشلون الإسباني في التعاقد مع مدافع نادي بايرون مينخ الألماني كيمتش لتعزيز الجبهة اليمنى للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية أكدت تقارير إعلامية صادرة في إسبانيا أن إدارة نادي برشلون تسعى للحصول على خدمات المدافع الألماني جوشوى كيمتش وذلك لتعزيز الجبهة اليمنى للفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية لقد أصبح واضحا أن دفاع برشلون في وضع صعب لذا قرر نادي البحث عن حل هذه المشكلة أن الحديث يتمع عن جشوى وهو ظهير جيد بإمكانه مساعدة جوردي ألبا وتخفيف الضغط عليه ويعتبر الكثير من المحللين جوشوى كيمتش من بين أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن حول العالم حيث ساهم بشكل مباشر في مساعدة فريقه بير ميونيخ الألماني في فرض سيطرته على البندسليغ ويمتلك كيمتش القدرة على اللعب في وسط الملعب كما يتميز بمواصفات خاصة لا يمتلكها معظم اللاعبين وهو ما جعل نادي برشلون يتابع مسيرته ويسعى لضمه لصفوفه منذ فترة طويلة أعتقد أن برشلون يعاني من مشكلة حقيقية في خط الدفاع لذا سيعبر النادي على البحث عن حلها خلال سوق الانتقالات أنا أظن أن برشلون قام موسم جيد لكنه لم يأخذ بعض منافزيه على محمل الجدل إذا دفع ثمن غروره كما تشكيلة النادي كانت تشعر بالضغط للفوز بثلاثة ألقاب وهذا أثر سلبا على إذاء اللاعبين وتأتي رغبة برشلون في التعاقد مع المدافع الألماني بسبب معضلة الظاهر الأيمن التي يعاني منها الفريق خصوصا بعدما كثر الحديث عن إمكانية رحيل الظاهر البرتغالي نيلسون سيميدو الذي يشتكي من عدم إشراكه في المواجهات المهمة للنادي الكاتالوني رغم الموسم الرياضي المتميز الذي قدمه نادي برشلون إلا أن هزيمته في نهائي كأس ملك إسبانيا وفشله في بلوغ نهائي الشامبيونز ليغ أثبت وجود خلل كبير في خطوط دفاعه حميد بلحسن الإخبارية مدريد يسعى نادي إنتر ميلان الإيطالي للتعاقد مع جناح ريال مدريد الإسباني لوكاس فاسكيز خلال فترة الانتقالات الحالية وبحسب شبكة سكايسبورت إيطاليا فإن المدير الرياضي للنادي الإيطالي تواجد في مدريد من أجل مناقشة إمكانية ضم اللاعب مضيفة أن مدريب الإنتر أنتونيو كونتي مهتم بضم فاسكيز من أجل دعم مشروعه الجديد في النادي لا سيما وإنه يمكن أن يتناسب مع خطته أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي غياب لعبه البرازيلي نيمار لأربعة أساع بيع بدع الإصابة وتعرض نيمار لإصابة في الكاحل خلال المباراة الودية لمنتخب بلاده أمام قطر الأربعاء الماضي ضمن استعدادات منتخب سامبا لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق في الرابع عشر من يونيو الجاري في البرازيل نهاية النشرة وإلى العناوي نادي الفيحاء يتعقد مع المدربة البرتغالي سيماو لموسم واحد مانشستر سيتي يخطط لخطف الهولندي باندايك من غريمه ليفر بول شكرا لطيف المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة